السلام عليكم أعزائي ومرحباً من جديد على قناة Francais avec Foula في هذا الدرس سنتعرف على مجموعة من الكلمات التي تستعمل في اللغة الفرنسية تسمى les adverb يعني الظروف أو الأحوال هذه الكلمات تابتة لا تتغير حسب المذكر أو المؤنت المفرد أو الجمع ويتم استخدامها لتوضيح معنى الفعل في الجملة أو الصفة أو ظرف آخر أو جملة سنأخذ البعض منها في أمثلة لإغناء الرصيد اللغوي إذن لنبدأ على بركة الله Malheureusement تعني للأسف Malheureusement ce n'est pas ce que je cherche Malheureusement ce n'est pas ce que je cherche بالأسف لإغناء هذا ما أبحث عنه Malheureusement ce n'est pas ce que je cherche قلمة تغني بهدوء Peut-tu parler calmement? هل يمكنك أن تتكلم بهدوء؟ Peut-tu parler calmement؟ Généralement Généralement, je me réveille à 6 heures du matin. Généralement, je me réveille à 6 heures du matin. Généralement, je me réveille à 6 heures du matin. Généralement, je me réveille à 6 heures du matin. جماناتي كتيرن لسيما القطط جيم بوكو لزانيمو نتامن لشا هرزمون لحسن الحد إلي طنبي مي هرزمون إلي سيبا فى مال إلي طنبي مي هرزمون إلي سيبا فى مال لقد وقعت لكن لحسن الحد لم تقدي نفسها إلي طنبي مي هرزمون إلي سيبا فى مال تاني بيتحديد سيبا فى مال سيبا فى مال كي بيتحديد لها دا بيتحديد جئتو لعرق سيبا فى مال من بيتحديد بيتحديد لغا فى مال What's that man سيبا فى مال نسmac hochرة كنت بيتحديد كنت بيتحديد أخرى لغا فى مال سيبا Butte أخرى أخرى لغا فى مال تحديد أخرى لغا في مال أطرح فوا تعني قديما. أطرح فوا إني أفى با ديكترسيتي. أنسي كليري أفك دي بوجي. قديما لم تكن الكهرباء. كانوا يضيئون بالشموع. أطرح فوا إني أفى با ديكترسيتي. أنسي كليري أفك دي بوجي. تأعني على نحوين تام أو ببراع. إلزان فى پارفتمن لر اغزامن. أنجزوم تيحانهم على نحوين تام. إلزان فى پارفتمن لر اغزامن. تأعني بنتي دام. أفاق دي بنتي دام. أمار سوريادة بنتي دام. أفاق دي بنتي دام. أطرح فى پارفتمن لر اغزامن. تأعني بنتي بأ. patient. Jagة طبين تي بأهن،ой رعحة المؤلمي. Jة كورتن التكmate في م clinician. ذاتي دام. مست ooh دي، أو بس جهر. J'attends patiemment le lever du jour J'attends patiemment le lever du jour J'attends patiemment le lever du jour Franchement Je veux le dire franchement Je veux le dire franchement Je veux le dire franchement Couramment Il parle le français couramment Il parle le français couramment Je parle le français au travail Facilement Il fait ses devoirs scolaires facilement Il fait ses devoirs scolaires facilement Il fait ses devoirs scolaires facilement كالكفوة تعني أحيانا يلقى مرور كالكفوة يمرون لرؤيتي أحيانا يلقى مرور كالكفوة Polimon تعني بيادب جاء رمكفوة كالكفوة جاء رمكفوة شكارتو بي أدب رجولة شورتاتي اللي دي أرشاداني إلا تاريخ جي رميرسيه پوليمان لاجنة دوليسة كي ما اندكي لشما ديفيني تياني نهاييين إلا كيته ديفيني تياني ديفيني تياني سن بولو ترك وظيفته نهائيا تنوصلنا إلى نهاية الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم شكرا على حسن المتابعة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وإلى فيديو مقبل إن شاء الله